رح نقب بتكيد على إحصائيات حديثة نشرت قبل يومين تتعلق والهواتف الذكية في فلسطين إذ أشارت الإحصائيات والأرقام إلى أن حوالي 97% من الأسر الفلسطينية تمتلك هواتف ذكية في منازلها نعم بدنا نشوف ونوقف عند هذه الإحصائية المخيفة صراحة برقمها بدنا نشوف مدى تأثيرها سواء سلبا سواء إيجابا بدنا نشوف تأثيرها بيختلف على فئة عمرية معينة مختلفة عن عمر ممكن أكبر من العمر اللي بنحكي عنه بدنا نشوف كمان قطع الكهرباء أي دور بها يؤثر عليها صراحة الموضوع لأنما تقطع الكهرباء بيصير في كوركشن بالبيت بتعرفوا على بعضهم البعض بالتفاصيل أكثر ينضم إلينا خبير التنمية البشرية الدكتور محمد بشارات اللي بيسعدنا تواجدهاك يسعد صباحك دكتور صباحكم جميع علينا صباح أهلناك طوال كرم الكرام والأحبة اللي دائما أنا عزيزين عليه بصراحة الله يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يعني بداية أن ما بنحكي دكتور محمد يعني إحصائية مخيفة بهذا العدد يعني لو حكينا بدنا نفسر هذا الرقم المخيف إيش ممكن نفسره؟ تريسا ملتي مخيف يعني لأنه كبير هيا خليني أقول أول شي إحنا راحين للتكنولوجيا ابتداء حتى الناس تأخذ الموضوع بالشكل إيجابي ابتداء نحن راحين للتكنولوجيا وهذا شيء تحصيل حاصل وسبق بقبل سنوات لما كنا في مقابلة على تلفزيون الفجر حكي أنا أن الناس ستتجه للتكنولوجيا ولكن مشكلية تفضلت فيها وخطورة أنه حجم الانزلاق في موضوع الامتلاك وآليات التعامل مع هذه الأجزاء هو الخطأ يعني إحنا مش مشكلتنا بالامتلاك يعني حتى بيزعلوش الشركات وصيروا لك هنا لا إحنا مع الامتلاك ومع التكنولوجيا ومع التطوير ولكن الإشكالية الأخطر اللي هو آليات الاستخدام اللي بتصير من خلال البيوت وتفضل خالد يعني بممازحة بس هي حقيقة لما بتطفل الكهرب بعرفه بعض نعم لأن اليوم أصبحت العلاقات تذهب إلى هذا العلاقات التي تنفصل الآن أنت بتلاقي الطلاب صغار ما بيعرفوا يحكم لغة الاتصال عندهم ضعيفة نمو الذكاء المتعلق في الذكاء الاتصالي والذكاء اللغوي ضعيف جدا عندنا إحنا بدأت حالات تظهر حالات التوحد وهي كانت بالنسبة لإلنا قديما ما كان نسمح بهذا الشي بدأنا أن يظهر حالات نفسية اضطرابات نفسية جديدة أمراض نفسية جديدة من بينها النوموفوبيا اللي هو أحد الأمراض النفسية المتعلق بحالة الهلع في حال نزع الجهاز يعني اليوم في أطفال اللي بتنزع منه الجهاز له صراب بحالة هلع وصراخ واعتداء هذا أسمح اضطراب نفسي المرضي يسمح نوموفوبيا وهذه أمراض ما كنا نسمع فيها الشكاية الكبيرة في أليات الاستخدام والأرقام نعم صادمة صادمة لأننا من الأسف الشديد في مجتمعاتنا العربية بشكل كبير لا نحسن الاستخدام لا سيما أنه في أرقام أخرى ما ظهرت لسه في الإحصائية وهي أليات الاستخدام والتي هي موجودة اليوم على الجوجل لما نطلع على نطاق العرب وحتى نطاق الفلسطيني لما نيجي منقول إحنا مثلا 73% من الملفات التي يتم التواصل بين المراهقين هي ملفات إباحية وهذا خطر شديد لما نيجي من 56% هي محاولات احتيال من خلال الأجهزة الذكية في أعمار 12-16 سنة لما نيجي نقول في عمر 8 سنوات اللي باستخدموا الأجهزة الذكية لعمر 18 سنة ونحكي على فترة 10 سنوات هناك حالات الاحتيال التمويه الاعتداء الابتزاز اللي بمارسوها الأبناء وهذا خطر طب دكتور هذا رح نفوت في المظاهر السلبية أكثر بس فعليا أوكي الموضوع ما جاش أنه الرقم بالنسبة لفلسطين أو حتى لدول العالم ما نزلش الرقم مباشرة مليون سبعمائة ألف جهاز مرة واحدة كان على دفعات واتسعت هذه الرقعة أثناء هذا الاهتساء على من وقعت مسؤولية المحافظة على أوجه الاستخدام السليم وصار القصور نتيجة القضاء اللي منعيشها حاليا أحكي لك بصراحة هذا الموضوع احنا مهتمين فيه من سنوات وبتواصلنا مثلا بعلاقاتنا مع وزارة الاتصالات بعلاقاتنا مع الشركات ذات العلاقة وحتى أيضا بالمسؤلسات المجتمع المحلي المسؤولية الجماعية أنا أعتقد والمسؤولية الجماعية خالد لأن الموضوع مفترض فيه أنه نحن نقلع الوقاية دائما في التعامل مع حلية المظهر لكن للأسف الشديد وهي ظاهرتنا العربية للأسف أنه إحنا بعد ما نوقع الفاس في الراسن نجي منعالج نحن ما مشتر على الوقاية نحن مشتر على الطوارئ احنا نشتغل على الأزمات لو نشتغل على الوقاية والإعداد قبل كان أحسننا التعامل مع هذا الموقف هذا الضرف وإحنا ما عنا مدعيد مرة تانية حتى الناس تفهمنا إحنا ما عنا مشكلة في هذه التكنولوجيا لكن الأشكاليه آليات الاستخدام إحنا اليوم مثلا في الدراسات الصحية النفسية لما يجوا الممنوع أطفال ثلاث سنوات لخمس سنوات يمسك جهاز ممنوع ممنوع بتلاقي الأم مبسوطة ومكيفة والله مع جهاز بلت هي بلت هي هذا ثمن الجهاز الألف ولا الخمسمية بتدفعه وبتنبسط مشان يأخذ هذا الوقت لكن ستدفع دموع ودماء وآلام وكل أموالها مشان تعالج هذا الطفل لأنه سيحدث عنده إشكاليات فيما بعد لن يحسن علاجها الزمن ولن يحسن علاجها الدواء لأن الموضوع أنا بدي أخلص من هذه الحالة هذا الإشكالية إشكالية كبيرة جدا اليوم إحنا كنا قبل فترة في ندوة وكان السؤال الموجه لوزارة الاتصالات وكان ساعات الوزير الموجود ما هي الأدوات التي توضع يضعوا قوانين لكن هل إحنا نستطيع نثبت هذه القوانين بالمطلق لأنه إنتا ما تنسى أنه فيه احتلال ما تنسى أنه فيه آليات للترويج بشكل كبير ما تنسى أنه فيه شركات منافسة مستعدة تنزل الجهاز وما عندنا مشكلة إحنا نعنى إشكاليات حتى الاستخدامات الطاقة اللي موجودة الموجات اللي بتكون بين الأجهزة هذه كل الأشياء ما تم لقاشها وهي كمان قضايا خطيرة أنا كنت فيه لقاء مع الطبيب فلسطيني بيشتغل في الأعصاب في الصين يجع على فلسطين وعملنا ندوة مع طلاب الجامعات وخصوص الجامعة القدس المفتوح هو تحدث بدراسة في الصين أنه الإشعاع اللي بتتم تناقل بين هذه الأجهزة ذكية هو مسبب رئيس في السلطان لكن الشركات ما مستعدة تحكي عن هذا الكلام لأنه كلام خطير تحكي عن كلام ممكن يقطع عملهم بالنسبة لهم زي بالضبط راح تجدون طب ليه مش مانعينه زي مش مانعين الدخال زي مش مانعين أشياء كثيرة بتدمر المجتمع ومش ممنوع لأنه في النهاية للأسف الاقتصاد لما يدخل في العالم بيحكم الموضوع والمال لما يتحكم بنسى الصحة وبنسى الإنسان هي جزئية عالمية بشكل عام لكن فيه لنا أشكالية الثقافي أشكالية الثقافي عندنا مشكلة كبيرة جدا اليوم البطل الناس يهدوا الطلاب التوجيه ونهجيهم تحيي وألف مبارك يهدوهم زمان نمزح نقول له فناجين اليوم طال جوه بيلك آيفون وآيباد كل ما المعدة الملائك يا سينا سينا ماشي تطور اليوم صار كل ما صار المعدة الأعلى صار الجهاز أفضل وتقنياته أعلى ولكن أنا بالنهاي باعتقاد الشخصي أنا بسلم أداة تدمير لأبني من حيث لا أحتسب إذا ما كان لدي مؤهل يعني كلمة مؤهل أنا عندي بنتي صف تاسع بسألني طب ليه يا دكتور ما حاش منتك جوان بسألني زي أبوه يعني من حسن أبو الله هي حسن زي بعض أنا السنة تاني جامعي إن شاء الله حسن طبعاً طب يعرفش تتعامل أجهزة بتعرفش تتعامل أجهزة ولكن في مراقبة في متابعة الموضوع مش مش مزح إنه والله بدي أتزين إحنا مجتمعاتنا بدي أتزين في أبناء أمام المجتمع ونقدم معلومات عاديك رب بس هيك ملاحظة الإحصاء حتى الأرقام اللي نتحدث فيها أنا بعتقد أن الأرقام لسه أكبر من هيك لأنه مش كل الناس أفصحت عن كل معلوماتها في موضوع الأجهزة لأنه أنت بقراءة بسيطة واقعية كل بيت فيه مش أقل من ست أجهزة وهو الواحد مع ثلاثة أجهزة غير هذول النائمات صحيح فكمان موضوع أكبر من ذلك لكن بدنا نتباه لإله نعم دكتور كم هذا الحكي لعد دور بأنه أصلاً الشركات اللي بتصنع التطبيقات على الأجهزة الذكية حاولت إنها كمان تستغل هذا الموضوع يعني إحنا أحياناً بنشوف خالد المشاهدين بنشوف بعض التطبيقات على هاي الأجهزة تستغل الأطفال وممكن بتعطيهم معدات سلبية غلط أو بتعلمهم سلوكيات خاطئة وبالتالي هون التفل هو إحنا بنحكي بسن عم يربى لسه يعني فما بالك إنه تأثير هذا الحكارة الموضوع خطير جداً خلينا نخوف الناس شوي مشان بلك يصحوا خلينا نروح لحوط الأزرق هذا ولعبة مريم صحيح ولعبة مريم والألعاب اللي الآن الموجودة اللي بتحني بين إلي الأطوال أولاً نتحدث عن موضوع التطبيقات حتى نكون دقيقين موضوع التطبيقات الشركات بتلعب في لعب خطير جداً الإنسان الآن مكشوف أنت الآن بيتك مكشوف عوراتك مكشوفة كل صورك مفتوحة وموجودة وأي حد بقدر يخترق أي حد بقدر يخترق أنا الآن جهازي لو كن العليل باسود سيتم اختراقه ما في شيء مخبّة اليوم ما في شيء مخبّة وهذه قناة حطوها براسكم كل البشر ما في شيء مخبّة أنت مكشوف لو بتحط جوالك بتحطه تحتك 150 مخدة وتخبير 50 خزنة أنت مكشوف فما تضع على جوالك أو ما تضع على جهاز اللابتوب لإلك هو مكشوف بما أنك أنت الشبكة على شبكة عن كبوتية أنتهى الموضوع أنت مكشوف هالنقطة رئيسية وما من الله نبلغ فيها نبلغ فيها في تقارير اليوم عالمية تحدث هالموضوع الأخطر من ذلك التطبيقات اللي تفضلت فيها هي نوعين في تطبيقات واخرينينا نوعي شوية شبابنا الفلسطينية تطبيقات بتم وضعها لأجهزة مواقع التواصل الاجتماعي أديش عمرك كيف راح تصير شيخ كيف راح تكبر هذه التطبيقات تجسس ويتم بيع معلوماتك لمؤسسات أخرى وشركات عالمية وأيضا يتم الإتزاز أنا أعرف رجال أعمال تم هروبهم من هذا البلد لأنه في النهاية وقع ضحية أنا بحف طلاب حاولوا ويحاولوا إحنا الآن من خاف وأخواننا في الشرطة بيعرفوا هذا الكلام لكن لأنه ما بقدروا يحكوا عنه لظروف الوضع الأمني ولا ظروف التماسك المجتمع والنسيج أنه أنت بتلان بثير لأنه حالات انتحار لأنه بتم إتزاز أبناء مثال حتى الناس تصحى شوي ابن شاب مراهق 16 سنة بحكي قصص نعرفها 16 سنة بدخل على موقع تواصل اجتماعي بتعرف على صبيك في حالك انت حلو مش حلو بتطلب منه الآن منظر معين بتم تصويره بيكتشف أنه هذا المشهد اللي شافه له واحدة بس هيك تموه صورة والآن وقع ضحية خلية ابتزاز وبتم الآن تشويه صورته وممكن ننزل هذه الصور وممكن نعمل سيكون لثلاث خيارات إما أن يكون يقبل ما يطلبون منه وإما أن يرفض وهذا سيتأدى أنه سيتم كشفه وسيتم أيضا إهانته وأيما سيذهب إلى حالة الامتحار أو محاولة الانتحار وإحنا في عمي حالات بتحاول هذه المحاولات وهذا كان خطير جدا في منذ مش مزح يعني إحنا الآن نسلم هاي الأداة لأولاد مش هانك دائما نحنقول أكثر حدا بحميك إماك وأبوك والشرطة والشرطة الفلسطينية لهم باتت على دراية وعلم وقدرة ومعرفة وكمان سرية في حماية أبنائنا وأنا مطلع على هذه الجوانب صراحة وعندنا كثير من القصص اللي تم يعني وقاية وحماية أبنائنا فما نكون ضحايا لهذا الجزء جزء الألعاب الذكية الموجودة واللي هي بتخترق الحوت الأزرق من أخطر الألعاب هو اللعبة مريم لأنه الناس ما تنتبه لإلها وفي ناس ما بيعرفوا أنه ابن بالعب على هذه اللعبة فكرة الحوت الأزرق واللعبة مريم إنه بتبدأ معهم مرحلة مرحلة في اعتداء على جسدك وإثبات صور وفي النهاية بصير ابتزازك في الحوت الأزرق يعني هو الشيء بصير مع الطفل إنه إنت أمل هذا الموقف وصور حالك ما بدك تكتنسى حبا إن صورناك وإنت عاري صورناك وإنت صورت والدتك صورناك وإنت عارض كذا فصار الآن يتدرج في الانزلاق معهم حتى يتم الانتحار إحنا فلسطينيين في إن حالة أو حالتين وقعت ضحايا لهذا الموضوع ما من يقدر نحكي أسماء الحالات ولا أسماء المدن ولكن وقعت فالأمر خطير جدا الموضوع بتطلب من الأهل ومش معناته الآن وهي مهمة يا خالد إنه إذا ألأ الأب اللي بسمعنا وإنت إسمعنا يهجم على الأجهزة ها لا ما ما نهجم على الأجهزة يعني تنجم على الأجهزة تسحول نرجع على النموفوب يا أهلاد ما رح يرده عليك يا حبيبي ما أنت صلك ثلث سنين وخمس سنين واربع سنين معطيه الجهاز ومفرحه فيه وناسي حضرتك حالك فسمعت والله الدكتور بشارات وهجمت على الأولاد بده عليه لا المفروض أن يكون هدك الوعي والإدراك وتبدى تحمي أولادك لأنه شر لعبد منه بس تبديش أنت بالكون هدك عاليات الحمار نعم طب دكتور بصراحة طيب حلا إحنا ماشي في جانب سلبي وجانب إجابي وفي عندنا أهداف وإلى ما ذلك إحنا أوكي ما اتفقنا أنه كنا مع التكنولوجيا وبدنا إياها شو اللي ما بخلينا نروح للتكنولوجيا هل إنه مثلا البيئة المجتمعية البيئة الدراسية ما بتخليني أني أبدأ أنا أكثر أساسا أسوق طب صاحب المحل ما هو حاليا هلأ أوكي صحي على حاله بلش يسوق على الفيسبوك المراكز الشركات الأشخاص اللي عندهم صاروا يعملوا ويبسائتات وإلى ما ذلك ليش هنا ما فيه دافعية أكثر في هذا الاتجاه هلأ خلينا نقول الموضوع تربوي أكثر خلينا نقول تتفضلت التعليم الوزارة والتعليم عندها اتجاه تحديث التعليم في التكنولوجيا لكن لسا الأمور أبطأ ما بدنا يعني إحنا نحتاج أن يكون أفضل من ذلك لأنه موضوع التكنولوجيا ليس سهلا يعني شان نكون الدافع بالاتجاه الإيجابي اللي بدنا إياه أو المعرفي نحن نحتاجه لأنه كم نوظف التكنولوجيا في استخداماتها الصحيحة كم يعود علينا بالخير وإحنا كثيرا من شبابنا وشباتنا الرائعات والرائعين اللي قدروا يتجاوزوا مراحل ويقدموا مبادرات جميلة لكن هذه المبادرات بحاجة للدعم احنا فلسطينيين على فكرة احنا مسابقة على دول العالم في تطبيقات تكنولوجيا احنا عنا اليوم طلابنا بيقدموا افكار غير عادي لكن ما زالت دون المستوى المطلوب يعني احنا بدنا الان كل المدارس تدخل بهذا العالم انا اللي بدنا اياه انه هذا الجهاز اللي بين ايدينا ولادنا نحسن كتربويين كمدارس نحسن توظيفه بما ينفع ابنائنا كيف ممكن يكون من خلال التعليم من خلال مبادرات من خلال الافكار الابداعية الخلاقة من خلال التسويق زي ما تفضلت من خلال انه يحول هاي الافكار لمان من خلال انه كيف يستخدم هذا موضوع بما ينفع لانه احنا في النهاية ما بزبط اني ما هستخدم تكنولوجيا انه انه لن اكون باحثا ولا دكتور ولا اعلامي او غيره ما لما استخدم هاي تطبيقات وشان نقولنا توظيف التطبيقات بما يعود علينا هو الصح على ان يكون لدينا شروط على ان لدينا وقاية ونحكي بصراحة نبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعمة تانية مغبون فيهم كثير من الناس الصحة والفراغ لما يكون ابني عنده الفراغ الكبير اللي مش موظف بالشكل السنين اكيد سيكون مفسده لكن لما تلاقي الطالب او الطالبة انه كل تعليمات او دراستهم وفق التكنولوجيا وفي متابع لالهم وفي مراقبة مراقبة مش تجسس انا ضد التجسس من الاباء المراقبة انه قديش انت بتفتح المساحة الجميل انا بارح كان صديقي احد الاطباء الرائعين بولي انا ابني لما يكون معي صادق لو خرب الدنيا بسامحه بس يكذب معي بشيغلة بسيطة جدا هون ده عاقبة وهذا يلطأ ساحة الامان لانه احنا في النهاية لازم نحمي ولادنا اعطي ابنك قديش بدك ساحة امان راقبة ووجهه خليه يغلط مو لازم يغلط لكن في الغلط توجيه ومسامحة وبعدين انت بتعدل سلوكه نعم طيب دكتور بدي اروح لجملة ما هو الكل هيك والكل معاه والكل بمشي بهالنمط وعادي هاي الجملة قديش صارت هي مبرر كتير سهل عالسان وصارت بتبيح كل اشي في حياتنا شكرا يعني هو البرمجة زي مرات لما تيجي تقوله اه زي ما اقرأ فيش وقت ليش مشتغل والله ما مزنوعين طب لا مش اللي عم بتعرفي احنا كثرة المبررات في اللاواعي وهذه برمجة سلبية للأسف الشديد جزء منها قضية ما هو كل الناس هيك يعني شو عدا ما بدأ يعني هلأ افطنتو لا احنا فاطنينا زمان بس انتو هلأ اصحيطوا هذا الفرق بيننا بيننا وبين المتلقين انو في ناس ما بصحى للأسف إلا بالكف في ناس ما بصحى إلا بالألم وفي ناس ما بصحى إلا بالكلمة وفي ناس صاحح من الأول لنعند الوعي وهذا اصناف الناس المطلوب اليوم نكون عنا الوعي والإدراك المطلوب اليوم ندير الموضوع بذكاء نديره موضوعه كمان بتواصل صحيح. احنا ليش نطلع اليوم في برنامج ونواعي الناس؟ مرة ثانية مش مش هل نهجم ع اولادنا. مش عشان نسحب الجوالات وهي مش الاداة الصحيحة في السليمة. انت دقان صورة معطيه هذا الامر. بس شين الاليات اللي انت بتتبع فيها. لما تكون عندنا الام ما بتهرجة تتعامل مع التطبيقات. او الاب عنده امية في موضوع التكنولوجيا. اكيد ابنه صحيح لهم ضحية لمخاطر التكنولوجيا. هاي الاشكالية. لما يكون عنده الامية طب يعني شو عامل ااخد دورة ااخد دورة. واليوم اليوتيوب وغيرها من المواقع موفرت لك مجانا دورات ولقاءات وورشات وفيديوهات تتعلمك. فانت روح احضر هذا الاشي ما يكون عندك الامية حتى ما تدفع ثمانها في ولادك وهذا الاخطر. يعني بالتأكيد مشاهدين الاعزاء من هذا الخطر يجب تعزيز الحذر بالتأكيد لنا ولكم لعائلاتنا لكل اطفالنا. مش غلط نتعلم بالتكنولوجيا ونتعرف فيها. وللحك هذا الرقب المتسارع جدا يوم بعد يوم يعني هلا شكل وبعد ساعة شكل. بس على الاقل انه نكون حذرين وعارفين نتعاطى في هذه التفاصيل. احنا اكيد بنشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد بشارات حبير التنمية البشري. وشكرا راما وشكرا عمر قاعدين حاليا في غرفة البات. تحيات.